أنت أخدت الميوراكس حطيت الميوراكس عند مارشاربل نحن وعن نحكي قبل هذه الحلقة حكيتيني عن كسر الإيجو كسر الإيجو أول شي كيف نجم من دون إيجو نحن نتربى أنه في نرجسية عند الفنان هي اللي بتولعه هي اللي بتقيد فيه هالشغف أنت بلشتي برحلة كسر الإيجو أول شي خبريني كيف بتكسر الإيجو أولا أنا مني نجمة مش إن هيك يعني الإيجو النجومية عندي مش نفسه منيك نجمة أنت ممثلة أنا ممثلة اتنين الفرق أنه النجم بيكون كتير ضو عميله وعيونه وما بيقش عائلة أنه ناس المثل بيشتغل أنا اشتغلت 30 سنة بحياتي لا استهل لأب ممثلة بس فيه ناس بيشتغلوا 30 سنة ليستهلوا لأب نجم هيدا خيارك الشخصي أنت أي طريق بتنقي أنا نقيت أني كن ممثلة وأنا فخورة أني قدرت توصل لمحل ناس يقولوا هاي ممثلة أي أكثر خلودة النجمية أو الموهب التمثيلية ببلادنا ما في حدا بيخلد وديع الصافي بيخلد الأخوان الرحباني بيخلدوا بس أنه هو الناس يلي غيروا فيروز بتخلد صبوحة بتخلد بس أنه سميرة تفيق بتخلد طبعا يعني كل هيدول الناس يلي خلقوا اسم لبنان ما في سابقة تمثيلية أنتوا ما غيرتوا ما بتخلدوا بالتمثيل ولا اسم لبناني رح يخلد أنا ما بعتقد أنا ما بعتقد يمكن غلطاني بس أنا ما بعتقد لا أنه نحنا منخلد ليه نحنا غيرنا جيلي أنا غير طبعا غيرت شو غيرتوا تقلك يعني نحنا بس أنا بس طلعت بدي مثل أمي كنت قول يا هيدا بنت صغيرة عم بتخرف يعني ما حد عندنا ممثل بالعيلة تستحي تقول بكرة بتكبر وبتغير رأيها تستحي إيه إنه مثلي هلأ أنا بس صرت ممثلي وإيام العاصفة هوب مرتين أنا كنت تشوف ناس بالطريق رجال مسكين إيدين بناتهم لصغار يوقفوني يقولولي نحنا بنتنا بتحب تمثل هيدا أنا بعتبره إنجاز كبير صرتوا آيدلز لجيلنا مش لأنه لأنه نحن آيدلز لأنه نحن عملنا مهنتنا المزبوطة يعني فرجينا أنه التمثيل مهنة محترمة هلأ هي كل عمرة محترمة بس كانوا الناس عندهم عقلية تانية مثل بمثل كان يقولوا مشخصاتي قبل كان في تحكم نحن بعدنا لا هلأ نحن أرتيست بالقانون اللبناني أرتيست يعني أرتيست يعني مثل بالكبر وكل شيء مع احترام لكل ناس كأنه منوت بالبغاء الإسم يمكن بس هيدا يعني هيدا قوانين فرنسا القديمة هن نتخلوا عنها ونحن بعدنا ملقطين فيها كسر الإيغو كيف بتكسر الإيغو بتكسر الإيغو لما بتقرر أنه خلص أنه عملت كل شيء براني هلأ بدي التفت للأساس لجواني بس هيدا رحلة طويلة يعني أنا أنا لا أدعي أني أنا كسرت كل الإيغو تبعو لي بس أنا كسرت جزء كتير مهم منه وأنا فخورة بهالشي